أهلا بكم أحبائي الكرام في هذه الحلقة نواصل الحديث عن الفرقة المسيحية النصرانية والفئة الصالحة من أهل الكتاب وعلاقتها بظهور الإسلام كنا أشرنا بعجالة لهذه الفرقة الأخيرة في سورة آل عمران الآية 113 و114 فمن هم هؤلاء؟ الجواب ليس يهودا لأن كل اليهود لا يؤمنون بعيس بن مريم أي يسوع الناصري وهو المسيح المنتظر عندهم وليس هم المسيحيين الذين قالوا عن المسيح هو الله أو ثالث ثلاث كما جاء في سورة المائدة الآية 72-73 ولا هم النصارى الذين قالوا عنه ابن الله كما جاء في سورة التوبة الآية 30 هؤلاء يؤمنون بالإنجيل الذي فيه هدى ونور كما جاء في سورة المائدة الآية 46 وهم أهل الإنجيل ويجب على هؤلاء أن يحكموا بما أنزل الله فيه كما جاء في الآية التي بعدها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أهل الإنجيل هم حسب القرآن فرق من عباد الله يؤمنون به ويطلبون غفرانه كما جاء في سورة المؤمنون الآية 109 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين في مقابل فرق أخرى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه كما جاء في سورة البقرة الآية 75 وهذا التحريف في المعنى وليس النص لوجود عبارة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وبذلك جاء تفسير الطبر للآية حيث قال ثم يحرفونه أي ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه وأصله من حرف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها فكذلك قوله يحرفونه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره ثم هناك إشارة أخرى في سورة المائدة الآية 13 حيث تقول قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به إلى آخره وهنا الاتهام كان لليهود ويصرح بذلك في سورة النساء الآية 46 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا إلى آخره والآية 41 من سورة المائدة كذلك وغيرها من الآيات التي تشير للتحريف في المعنى وليس في النص لأنه كلمة الله فلا مبدل لها كما جاء في سورة الأنعام الآية 34 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين والآية 115 وكذلك سورة الكهف الآية 27 في زحمة ذكر هذه الآيات من القرآن ليس الهدف هناقشة التوراة والإنجيل هل هي محرفة أم لا؟ هل هي من عند الله أم لا؟ الهدف فقط كشف العلاقة بين القرآن والكتب المقدسة التي سبقته نعود لموضوعنا فهذه الفرقة ليست فقط مؤمنة صالحة وإنما هي أيضا مرجعية حتى إلى محمد نفسه إذا شك فيما وصل إليه حيث جاء في سورة يونس الآية 94 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إلى آخره من خلال دراسة عقيدة كل الفرق التي تتبع التوراة والزبور والإنجيل وتحرم ما يحرمه القرآن وتحلل ما يحلله كذلك فلا نجد غير الفرقة الأبيونية هي الوحيدة بين فرق الناصريين الأوائل التي تحمل عقيدة شبيهة ومطابقة للإسلام حتى في مسألة تعدد الزوجات وصلت إلى سبع زوجات كما ذكر أبيفانيوس السلاميسي أسقف قبرص في كتابه بانريون أواخر القرن الرابع الميلادي وحديثه عن الهرطقات المسيحية فرغم إنكار الأبيونيون لألوهية المسيح وأزليته وقيامته من الموت إلا أنه لا ينكرون ولادته المعجزة من العضراء إذن من خلال هذه الدراسة يمكن القول أن المسيحيين بكل طوائفهم أرتودوكس كاثوليك بروتستانت وغيرهم كفارا حسب القرآن والنصارى من النصاطرة والأريوسيين هم أقرب مودة لأسباع محمد من المسيحيين المشركين واليهود الأعداء والنصاطرة هم أتباع ناصطر في القرن الخامس الميلادي الذي عارض قول الفرق المسيحية بالقول إن مريم العضراء هي والدة الإله تيوتوكوس بل هي والدة المسيح كريستو توكوس بينما الفرقة الصالحة المؤمنة هي الفرقة الأبيونية ومن صاروا على عقيدته هذا يذكرني بكتاب مدخل إلى القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد عبد الجابري حيث قال عنهم أي الأبيونيين هذه فرقة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ولكن هؤلاء الأبيونيون لا يؤمنون أن المسيح ابن الله كما جاء في صورة التوبة الآية 30 وهذا خلط وقع فيه الأستاذ الجابري رحمه الله وكان محقا في قوله عندما قال وهي الفرقة التي أشار القرآن الكريم إليها في صورة الصف حيث قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَا لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ إلى آخره أتفق مع الأستاذ الكبير محمد عبد الجابري كون الفرقة الأبيونية هي فرقة مؤمنة بالمسيح دون قطيعة مع اليهودية في فترة المسيحية الأولى وهم أيضا المسلمون الأوائل قبل محمد بموجب الآية 53 من صورة القصص وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين لكن التفاصيل التي قدمها لا تخدم دائما هذا الطرح فهذه الفرقة كما قلت ليست نصرانية كما جاء في سورة التوبة الآية 30 لأنها لا تؤمن بأن المسيح ابن الله خلاصة الحلقة فالإسلام حسب القرآن لم يظهر في عصر محمد أي القرن السابع الميلادي ففرقة الأبيونيون كانوا مسلمين بموجب الآية 53 من صورة القصص والمسيحيين أصحاب الثالوت كانوا كفارا والنصارى الأريوسيون كانوا أقرب مودة للمسلمين الأوائل وبالتالي فمحمد ليس هو نبي الإسلام كما هو شائع بل فقط بشير وندير العرب أبناء جلدته في سسلة نهج من آمنوا بشريعة موسى وبشارة المسيح فمن جاء بعده من خلافه كالخلافة الأموية والعباسية هم من صنعوا لنا دينا جديدا سمي تعصفا بالإسلام نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر